زرع في العراق كان زرعا وافر الثمر غير أن من تكالب على سرقة خيل النخل والشجر هو ذاته الذي تكالب على تقييد زراعة العراق ومزارعيها حديث يبدأ به المشاركون في مؤتمر زرع في العراق صنع في العراق والأول من نوعه الفلاح والمنتج محارب تماما المحاربة لا نتكلم عن المؤتمرات والأمور الأخرى المحاربة تماما موجودة من مافيات فساد موجودة بالعراق صفقات هناك ناس مؤثرين صراحة بالمشهد السياسي لهم كثير من التبعات التي تخص هذا الموضوع في وقت صعب يعاني الفلاح وسوقه من فساد يجفف فائدة موارد الأرض ومنتجها الوطنية يؤكد المؤتمرون هنا على أن المشهد قاس وسيؤدي لانهيار مستقبل الزراعة إذا استمر الحال على ما هو عليه اليوم جزء كبير من المنافذ الحدودية تعمل بشكل سائب بدون حجر صحي بدون حجر زراعي المنتج المحلي غير محمي بواقع الحال بأعتبار أنه اليوم كل المنتجات من دول الجوار به أساسا هناك تعوين للعملة هناك منافسة كبيرة جدا للقطاع الزراعي بسبب هذا الموضوع لا يمكن أن نهوض بالقطاع الزراعي إلا من خلال قضيتين مهمتين الأولى سيطرة على المنافذ الحدودية والأخرى هو إنشاء قطاع مختص بالتسويق الزراعي بأعتبار أن هذا القطاع مغيب تماما داخل العراء سبق وأن تحدث مزارعون للتغيير عن استهداف إيران للمنتج الزراعي حقيقة تؤكدها مخرجات المؤتمر الذي عزز اتخاذ قرارات ملزمة لدعم المنتج الوطنية سوف اقتصح الداء حيلة 1 لديك الزراع المترجم للقناة